موسيقى تحية تحية تايبة لكل مشاهدي خانة حنبال أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في ذا البث المباشر دائما على نفس القناة أكيد خانة حنبال تونسية كل يوم جمعة الخامسة إلا ربع بتوقيت تونس موعد جديد أكيد من برنامج عيادة لجميع نخليكم على الطلاع أكيد هنا بآخر المستجدات التبية الموجودة أكيد في الصحة الوطنية وكذلك على شله في الصحة العالمية اليوم حلقة خاصة نحكي فيها على أهم التطورات أكيد اللي تخص عالم العيون شنوها الحاجات معناتها الجديدة خاصة فيما يخص أكيد هنا العدسات الطبية أيس العدسات هذه الطبية تجم أكيد تجمشي تخلينا نبتعد على برشة مشاكل أو بعض الأمراض اللي تجم تصيب اللي تحكي على المؤتمر السادس أكيد اللي غدا بشي تقام في تونس العاصمة تحت رعاية وإشراف الجمعية التونسية اللي أطباء العيون اختصاص عدسات لسقا وسطح اللي العين كما قاعدين تشاهدوا هذه هي اللافيش تحت رعاية اللاستوك اللي هي الاسساسيون تونيزيين دي زوفتالمولوجيست كونتاكتولوج اي دي سخفاس أوكولير شنوها هي الاختصاص هذا العدسات اللاسقة هل يعتبر اختصاص شكون العباد الأكيد اللي يخدموا في هذا المجال العدسات اللاسقة شنوها البلوس اللي نجم يقدم هنا هذا المؤتمر السادس لأكيد لأطباء العيون اختصاص بتو عدسات اللاسقة عديد أكيد لموديغاتور هنا بشكونوا من المغرب من الجزائر من فرنسا أسامي ثقيلة وعنده أكيد الوزن بتاحها كالسوا في المستوى الأوروبي وكذلك المستوى العالمي مع أكيد طباءنا التواصل اللي بشكونوا حاضرين وكما قلنا شنوها جديد فيما يخص أكيد هنا تب العيون سعيدة جدا رقم لاتف بلاي سامحوني قبل نصر قبل ضايفتي هذه عنوين التواصل والاتصال ورقم لاتف أكيد الخاص ببرنامج عيادة للجميع الرق خاص أكيد هنا تجمو تطلبون عليه وتجمو أكيد تقدموا كل استفساراتكم وكل تسائلاتكم سعيدة جدا أكيد بقبولة لدوعة متاعنا لأول مرة في قناة حنبال ولأول مرة في برنامج عيادة للجميع دكتورة نادية كرشين مزيح طبيبة مختصة في تب وجراحة العيون اختصاص عدسات لاسقة ورئيسة الجمعية التونسية لأطباء العيون اختصاص عدسات لاسقة وسطها العين مرحبا بك دكتورة نادية كرشين شكرا ناديا كرشين مرحبا بمشاهدين ربي فضلك دونك والله نحكي وفي حاجات مزينا برشا سفي بليزير هذا بيصور بشنا وصلوهم شنو علش نحن فرحانين وعلش أنا فرحانة وقتين نقاو أنا بوغ معنتها وخاصة الأطباء متعنا يلوجوا على كوميم بخلاف الناحية الناحية الطبية الناحية التجميلية تنشوفه صحيحة وإلا لي وخاصة الكونفور اللي نجمو يقدمو هالالميدان هيدا متاع الكونتكتولوجي ساعة ممكن برش عباد قول فاش تحكي هذيش سكوا لكونتكتولوجي أنا بذاتي سيلا بخوميخ فوالي نتواتني اللي كونو اللي كونت نعرفها ولكن في بريش اللي هي سو سبيساليتي معناتها ويتم تدريسها ويازم يكون معناتها عندك سو سبيساليتي ولا طبيب مختص في العلم هذا العلم العدسات اللي سيقالي هو لكونتكتولوجي ندرسوها احنا يعني بعد الاختصاص متاعنا دونك نعملو باك بلس ونزيدو مبادك بعدها نعملو دي مستير دي سيرتفكاشن حاليا عنا دي بلوم فورميو لجون جينيراسيون البروغرام هذي كامل بريسك من جميعو ومعاها ان بلوس يعني فما حتى ان بلوس برابور على دي بلوم تاع فرنسا اللي هو عنا زيدة لزيدة 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 براتيك ورشيط نعملوهم في الفاكولتات الميتسين دوتونيس وذي حاجة يعني فخر بالنسبة لتونس على لخاطر الهوكا التطبيق التيوري واللتطبيقة يعني يعني اللي شيف سيرويس متعنا ايزان في ان صورت انو عنا حاجة انفرميشون دوت كالي تي في تونس بنسبة لطبي اختصاص تبعيون وبشي عاملو سو سبيسياليته اللي هي اختصاص عدسات لسيخة خطر برشا ما شكره ما دوت المانير دكتورة نيدي فيها العدسات الليسقى معناتها يلزم نوضحه للتونسي اللي كونه معناتها انا يظهر لي تلعب بكل شي عندك فما حاجات معناتها توليرابل تجم معناتها ايانكور وانكور اما وقتين نحكيه على نعمة البصر ونحكيه على حاجات معناتها تركب في مستوى العين ومعناتها نشوفه استهتار كبير برشا من مقولش من العبيد الكل ولكن رأوا فما كما قلنا اختصاص يتقرى في الفاكولتات في كلية اتب بتونسة معبيد مختصة هي دونك توما الدورة متاعكم بخليف لكونكم اتباء مختصين في تب وجراحة العيون فألكم كذلك اللي يحمل الاختصاص هذا اختصاص عدسات لسيخة كونهم المرضى اللي يجيوكم اشتعملون ومتواجهوهم والا هذا هو احنا الجامعية التونسية اللي اتباء العيون اختصاص عدسات لسيخة وسطح العين المهمة متاحة هو الاحاطة بالاطباء العيون الكل انجاء العلل الميزاجور هيدو كم لزم ام ميسيرو بطريقة دورية وبين سور يعني لفايت دو فييه انو دي ما عنا الحاجات جديدة اللي موجودة في تونس هذه حاجة علش بشي المريض كي يمشي للطبيب متاعو في السبيتار والا في البريفي يبدأ يعني عندو اللي احنا حشنا بيها بش اللي سيطويان متاعنا مواطنينا ما يتذروش في عينيهم مقتل يمشيوا يلبسوا عدسات لسيقة يمشيوا بوردونانس يمشيوا للابتسيان متاحهم بالوردونانس متاحهم ولا يمشيوا يتجهوا المراكز مختصة بالوردونانس متاحهم بش يعملوا الادابتسيان وقالا بش يخذوا اللنتيات متاحهم حتى عدسات تلوينية حتى عدسات تلوينية مهم ياسر انو طبيبو ساعي يعطيه انو اي نجم يعمل ولا ما يعمل ولا وبيفسروا شفتوش في برشة مشاكل معنا حتى احنا بش نشوفوا دور اللي هنا خاصة نحكي على العدسات اللاسقة اللي معناتها المنهج متاحه هو طبي مية بالمية بش نصلحوا حاجة ولكن حتى في العدسات الملونة معناتها راهو خاطر برشة نشوفوا لاني العسلي على ازرق على اخضر على العدسات الملونة كيجي تشوفتو انتي في 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 الاوروب يعني في اوروبا ماهمش زادهم سايبي مثلا عليش ختم اللوتو بتاع الكومبليكاسيون بتاع العدسات الملونة اكثر بالنسبة للعدسات العدسات الملونة يعني العدسات الكل في الكل اكثر حاجة اللي تنجم تعملنا مشكلهما عدسات ملونة عليش خاطر يخذوهم وما يفون با اتنسيون وما ينطفوهمش كومي بسودوا ما يحطوش البرودويل اللي لازم يخليهم برشة على عينيهم فما يكون يرقد بيهم فما يكون يعوم بيهم في البحر وهذاك حاجة يعني ممنوعة بالنسبة لأي نوع من العدسات وخاصة اللي يسقى عدسات هذو ملونة مثلا ما يعديوش برشة الوكسيجين نلبسوه مثلا كن في حالات اوكازيونال مثلا ماشي العرس والعشية ولا حاجة يعني ما لازمش الواحد يستنس انو مصباح للليل ولا نرقد بيهم ولا لي خاطر هذو كمتولية نشوفوا نحنا ولا والدعاكورات كما قلنا خاطر خاصة نحكيه على نعمة البصار نحكيه على المؤتمر السادس تعتبر الجمعية نجم قلو معناتها مزالت جديدة حتى المؤتمرات تمتاحها من عرش معناتها مؤتمر السادس معناتها مزلنا نجم قلو مش في البداية ولكن خدمة كبيرة برشة تقوموا بها احنا عنا السور معناتها كاللوسر معناتها العمل اللي قادة تقوم بيها هذه الجمعية التونسية اللي أطبق العيون اختصاص عدسات لسقة وستح العين ولكن كنشوفوا البروغرام البروغرام ينات ريريش الحق أنا كنشوفت معناتها من الثمانية متاع الاسباحة بريسكي يضل الماضي ساعة ونص ونشوف الموديراتور اللي بيش يكونوا حاضرين وخاصة الاساء البلوتون اللي تام اللي بيش تترقلهم فإنهم حاجات متاجم ترجع كان بالبلوس أكيد للمريض التونسي وهذا هو اللي حاشتنا بي هدو دونك بأول شابيتر كانت الصورة موجودة متاع الجمعية ماذا بيها اللي نشوفوهم دونك نحكيوا على قصر النظر هذي من بين الاساكسيون اللي تقوموا بيها هذي كان الاساكسيون اللي قمنا بيها في فرنسا يعني احنا زيدا انتين للوركشوب الورشات في فرنسا يعني انقريوا مشكين للتونسة زيدا الفرنسي هذي ووركشوب يعني ورشة صارت في تونس على نوع يعني كيفاش نقيسوا النظر بالنسبة للعدسة خطر العدسة ميش نفس القيس متاحة كيما بش نقيسوا المريات مثلا دكور النظرات يعني فما دي بارتيكولاريتي دكور قمنا بيهم هذو ما زيدا في المؤتمرات اللي صاروا قبل بخلف مؤتمرات كيما قلت لك عنا برشة دي ووركشوب شاركنا حتى في الديبلوم يونيفرسيتير في كازابلانكا في الريبارات في المغرب شاركنا في ورشات وفي مؤتمرات زيدا في تزير في كيما قلت لك زيدا في فرنسا وبخلف المشاركة بتاعنا في المؤتمرات التونسية يعني بطريقة يعني منتظمة ودورية فما السلوغان والايا خاطر ما شفتوش entre رياليتي وشنية اللي عملين مع تبين الحال الواقع ومثلات رياليتي ولا هذا هو فيما يخص توقيف تطور ظهور للنقص النظر اللي هي مشكلة كبيرة برشة معنات خاصة نقتل نحكي وتنشوفوا البريبالانس دولاميوبي في الموسط المدرسي وتوقعات في سنة الفين وخمسين مع تركونا الصغار الكل ماشين إلى قسر النظر فإنه الشفر على المرشة البريفيزيون ديجا متاع الوامس واضحة جدا يعني بالنسبة لي هم بصر النظر من هوني الفين وخمسين بش تولي يعني ابيديميك بش تولي جيحة كبيرة في العالم أكثر من الكوفيد دونك هذك عليش دونك ويله يوشجعو أنه ليشارش ديجا في الدومان هذي ومنهم وخاصة هذو ما العدسات تقويمية يعني خطر القاوة أنه فما برشة طرق بش نجموا نوقفوا النظر واللي أنجع واحدة فيهم هي العدسات التقويمية إلى حد الآن فما نجموا حتى طرق نخلطوهم بعضهم فما طرق ميديكال وطرق بالعدسات نجموا نخلطوهم بعضهم بش نحاولوا نلقاوا الأحسن ريبونس بالنسبة للصغير بالنسبة للعبيد اللي نقسين برشا خلط العدسات التقويمية ما همشو لكلهم عندهم يعني فما نوع عنده وليميت وفما نوعي نجم يمشي معك في الليميت ما أقل شوية لشكون دستيني هالعدسات دي هو قصر النظر معتا موش مرض دكتورة يعتبر شو تسميون هو قصر النظر هو يتقسم الثلاثة بحاجات قصر النظر مني من يبدأ صغير بينت إلا واحد إلا ثنين أبا أخطير من إلا ثنين إلا ستة أي ما يشوفش من بايد دونك اللي يبدأ مكتوب بالمو جنرال دونك مبينة إلا ثنين إلا ستة هذك مو ديغي ولي بعد إلا ستة يعني قصر النظر إفولوتيف يعني هذك ندخل في مرحلة المرض خاطر قصر النظر هو يعني أنه كامش يزيد ينقص فما إمكانية أنه يولي عنده الكحلي نجم عنده خاطر ستن فاكتور دوريسك لقصر النظر يولي عنده الماء في العين على بكري زادة مش كلمة عبادة كبار مش حتى مع تقتم العمر ينجم يولي زادة عنده شبكية تضمحل وتعمل لنا دليو فيسو مثلا ينجم تعمل لنا تمزق في الشبكية لخطر لأين تطويل والشبكية ما تطويلش معها تنجم تعمل لنا يعني برشة مشاكل وتنجم تأدي حتى الفقدين البصار ديفينيتيف عند عباد اليوم صغار في العمر إذا كان مفطنيش هي الأسباب ليس لدينا بلاتو آخر الأسباب دائما تكون وراثية هي أكثر منها تكون وراثية فما الأسباب ليس الصغار لأننا مزلنا على النجم وقالوا على أبواب عودة مدرسية وما نجموش فما وراثة جنرالما صغير اللي أبوه ولا أمه ولا أبوه ومه لبسين نظارة خاطرهم يعني عندهم قصر نظر عنده ريسك أكثر من الصغار الأخرين ممكن سبعتاش مرة أكثر بش يديفلوبي لقصر النظر وهذا دورة طب المدرسي هذي دورة طب المدرسي اللي يخدم في خدمة كبيرة برشة في تونس بش نخلطوه زيدا المربيين زيدا متبعا للمعلمين هواي ما يعطيهم الصحة خاطر هم اللي يفيقوا بالصغير اللي يكتب مش بالباهي وما يشوف شمليح وكل شي زيدا بالنسبة للقصر النظر احنا جنرال ما ماذا بينا نفيقوا به بكري بش نجموا جسما هواي صغار هذوما يبوف بنيفيسي باللانتيات هذوما بشنوما اللانتيات هذوما راهم مش صغار هذي المؤدمر السادس الخاص بالعدسات اللي سيقى وسطح العيد فما حاجة جديدة سيختنمون ريني فوالا احنا العدسات هذو ما راهم مش صغار لكلهم ينجموا يلبسوهم مثلا احنا والقرنية متاعو خاطر فما قرنيات يبدوا مسطحة برشا من نجموش نعطيونا نركبوهم نوليو نتجو إلى طرق أخرى طرق فغمكولوجيك يعني قطارات من نوع خاص لازم نزد نحكموا شوية في الانفيرونمون بتاع الصغير ما يتفرش برشا في الهوات في الجوال في الجوال في التابلات وكل شيء ما نعطيوش صغير قبل عمره ثلاثة سنين هاتف جوال مثلا ولا تابلات يعني أكونا اكسبوزيسيون بالنسبة للإكرا على الاستغار على الأخر مثلا بنا أن الصغير يبدأ عنده اكتيفيتية الأكستريور وموان ساعة ساعة ونصف النهار لازموا يشوف الضو متعربي هذي حاجة مهمة يسر يعني هذا الكل بخلاف يعني دوت خميتود نعم لهم منهم نظارات من نوع خاص كما قلت لك يعني اللي ينجم يلبس اللانتيات هذوما نسمى حاجة نعم له نفرق وهذا صغير ينجم هذا صغير ما ينجمش هذي مثلا الميوبيت نجم تتصلح هذي ميوبيت نجم تتصلحش وإلا تتصلح بنوع آخر من العدسات هذي تجم تقدم العدسات الآسق يتفرج فيها يقول يا مدام أنا ولدي مثلا عمره 4 سنين وإلا 5 سنين حيث ما دي زينية معناتها الصغار في الأبرتير من العمر هذا وإلا لي ويلبس اللونات هذي تجم تعمل هم له هذوما نوعية اللانتي وصغير كمم زادة بشتلبس اللانتي معناتها هذي كعليش احنا جنرالما نخدم ياسر مع خطر فما خدمة كبيرة مع خطر تحذير الصغير بسيكولوجي فما صغير يقبل لك عمره 5 سنين يلبس لانتي وفما صغير لي فما زادة صغار نستنيهم حتى لين يخلطوا مثلا 7-8 سنين فما صغار يتقبلوا يحب هو يلبس عليش خطر هو ديك يلبسها من غدوة صباح بشي يصبح يشوف فقط في الليل يرقض بهم وديره يتقلق وقت اللي ما يرقض ما يسكر عينه بهم خطر العدسات هذو ما مجعولين للنوم للنوم زادة كان في الليل ومش يلبسهم ويشد بعد التليفون مثلا ويشد حتى يقرأ حاجة لازم يرقض كريما ولازم يكون الكاليتين النوم يبدأ به يعني مهوش أجيتين يعطيك لو نحكمو فيها بش ما يعمليش دي كوشمار في الليل خطر ما يكلش بارشة سكري ما يكلش ثقيل بارشة في الليل دونك هذي حاجة مهمة لخطر فاما دي موفمان اي لنوم موريح خطر فاما دي موفمان يصيروا في الليل متعلين هذي كي تخرت الصغير ولا يتفرج في حاجة تخوف فاما un контрول دون دونك الخدمة كبيرة تصير مع الباران نحنا بذات زمنا يذر نحنا هذه النصاح تبشي على الكبير والصغير دوك الخاصية متاع العدسات هذو ما يتلبسو كين في الليل عكس أكيد تتوين سخطر لك لك نحنا لك اللنتي ما تتلبسو هما اللنتي كلهم ما يتلبسوش في اللون إلا اللنتي هذو ما هذو ما سدي لنتي سع ريجيد دوك عدسات صلبة ما همش عدسات مارينة العدسات المارينة الكل ممنوع بش نلبسوهم في الليل نرقدوا بيهم هذو ما عدسات صلبة مجعولين دوك بش تلبسو بالليل وكي ما قلنا فما كنترول ستريكت الصغير يا أما هو كانوا كبير شوية في العمر رحدي شتناش ينجم ينحي ويحط حاوك سينان سي لبار الأب والأم هو يركب وينحي دكور فما زيد حاجات لازم يعني نعطيوهم لهم بش لبار ينجم ينحي ويركب بطريقة ساليسة بطريقة ساليسة وفما كنترول ستريكت زيد مع الأطبي يعني حنا كنحط نوع من العدسات هذي يا رهو من مام فما سنك كنسلتاشون يعني يبغ انكدري ديجا المريض والصغير وينثبتوا فماش مشاكل فماش حاجة مع صغير وفي أي وقت ينجم مرهو الطبيب يقول لك لنحي وهم دكور نادي كورشين المزيح يوقف النظر اللي كانوا نوعية العدسات هذي كما قلنا عدسات طبية دكور لي التقويم ولا احنا نقول لتوقيف قسر النظر لدى الأطول وتمشي حتى زيت كذلك لدى الزيت اللي سان لفونتاج لك تركب في الليل أما تتنح في الصباح شنو الابور أنا كن نركب في الليل في ناحية الصباح يو ما عشي يستحق مريات ما يستحق بشي البس مريات يمشي من غير مريات ينجم يشوف ما حتى إشكال العملية هذه تبقى متواصلة دكتور كل ليلة خطر فمانزون دي تريتمان لازم تبدأ دي مقابلة بلاصة معينة في الشبكية الموضة قداشة صغيرة بشي قد لبس ولا يستعم البلوتو هذه العدسات الصلبة الليلية هي العدسات الصلبة الليلية بتبيعتها أي عدسة يعني فما جيها بعد 18 شهر فما 18 شهر فما 24 شهر فما أقل فما متعام دونك احنا والنوعية متاع العدسات هذية دونك تتبدل بصفة دورية أو الحاجة فما زيدا دي بروديوز تعملوهم وتنظيف مهم يسر فما كيما قد لك مع الطبيب وإلا في المراكز المختصة فما الطبيق مختصين في في اللنتيات هذوما يعني في النوع متاع اللنتيات هذوما يعيسوا على الصغار هذوما فما زيدا حتى الطبيب يكلم المريض متاع يلقى أن المريض مجيش في الموعد متاع مرة وإلا مرة ثانية مرة ثانية ديريكت إلى كونفوك يعني ذي سيستيماتيك وفي حالة ما ما استجيبش في الوقت فما إمكانية كبيرة أن الطبيب ينحيها كريمة على خطر كما قلت لك الوبيكتف أنه الصغير وقت اللي يوصل يخلط العمر دوستابيليتي جنرال يخلطه في العشرين سنين 18 عشرين سنين نبدأ نحيه في العادسة ونشوفه نجم ونعمل لا زيق وإلا لا وقتها نحيه العادسة نخلق ينترتيح ومبعد نتفقدها بعد 6 8 منير هذا الذي يستعمل في الليونات اللي يكون الليونات لا تعطيش النظارات الصغار اللي عنده بتوها هو النظارات ولكن نحن نحكو على ممكن inconfort حتى مورال صغير اتسأ نحن نخمو على نفسي 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 حاجة مهمة بارش صغير خاصة نحن نحن طبي خاصة أنه صغير ما ينقص في نظر خاتر كما فسرت لك نقص نظر في حد ذاته هو مرض نحن منحبوش نخلط الأمراض نحبوش نخلط للكم ماذا بينا حتى صغير نقص موانزا مواندو يقض لي في المواندو خاتر مواندو مايش مشكلة مثلا كي يبدأ لي أنا موانديس فما مشكلة خاتر نعرف في مواندو عندي يعني مضاعفات ينجم يصير على عينه حتى وقت اللي يكبر وهذا هو الإشكال اللي نحن نحب نتفدي وهذا بشيخ غدا نصيب نحن الأسد من الثمانية للتسعة ونص هناك ما قلنا في المؤتمر السيدس أكيد لتنظم الجمعية التونسية لأطبيع العيون اختصاص عدسة ليس قوسات العين المديراتور من تونس تحية الدكتور وليكزبيب يشوف شكرا لشيكون حاضر ولكن تعذر علي الحضور من الجزائر سفيق زادة كذلك موجود برشة معنات أطبيع دكتور مونيا رقيق مفرصة دكتور فات ليم هذا هو قتل معنات بالنسبة لكم تومس تون رفيرانس الفونداتور دو السوسيتي أغازيين دو دو دورتو كيراتولوجي دون ردو بشيكون جس معنات بالانترنت بشيكون بشيكون حاضر معنا بالانترنت بش نحكي على لزافانسي الكبار اللي صاروا في آسيا وفي أوروبا على العدسات هذوم هذوم ريجيد السلبة مازم نش ننسي أنه في آسيا أكثر من تسعين في المئة من لزافانسي في آسيا عندهم مريت نظار عندهم نظار دون كذلك بالنسبة اليوم هي c'est un problème de santé publique كبير بارش أكثر من نحن 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 كما قلنا لبعو 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 العدسات اللي سق الليلية السلبة ولكن نحن نذكر دكتورة أي نجم يكتب لك معناتها الوردنانس معناتها 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 الولي خاصة نحن معناتها صغار معناتها أنت ولي أنت ضامن فيه في كيفية وقتش نحن كيفش يوين يحطها هذا يقول معناتها تحكي فيه قبل ما تعمل العدسات هذه بعد التاسعة والنزف نجيز كذلك السيسيون مثل الورتو كيراتولوجي إذا كان الصور حضرة هذي من عرش مرض الورتو كيراتولوجي 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 الكيراتولكون الكيراتولكون اللي هي إذا كان عنا الصور هذي شنو دكتور هذي صورة متاع أورتو كيراتولوجي هذه عدسة اللي حكينا عليها قبيلي دكتور هذي نجمو نكبروهم بالنسبة القصر النظر هكا هذي مهمة يعني كيبدال اللونية تخشينا شوية هذي كي تسمى قصر النظر نجمو نعديو بطي هذي يزيد التريتمن يعني فريس فنال متاع العدسة هذه الأورتو كيراتولوجي اللي هشنو هل هي عندها فرما سبيسيال وفيت وعند نزون التريتمن يجب تكون مقابلة معينة بالنسبة للنظر نجمو هذي نعرف هذي هذي هو تحد بالقرنية اللي هو كيراتو كون هذي كيراتو كون هو تحد بالقرنية هو تحد بالقرنية من نشي يجي برشة من الحساسية هو مرض يجي بالنسبة لجن أدول يجي يبدأ أغريسي في برشة في أربع مراحل المراحل الأولى نجمو نلقا لهم حل يعني نعمل تصل بقرنية ولا حاجة هك ومن بعد نحط عليهم العدسة العدسة لازم تكون صلبة كثير لنجم يشوف والمراحل متقدمة تولي مراحل شورجي كالبور يعني خطر هو كثير جيد القرنية ك النجم تتنقب أنا أظهر لصور أكيد ونواصل أكيد لصور ونشوف في تحد بالقرنية اللي يعتبر المرض أكيد كذلك يمس العينين ما هي أكيد كما قلنا لهذه العدسات الطبية بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر